السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار مسيرة نبدأها بالعنوين للمرة الثانية بيرسيتاو يرفض إغراءات الخليج ويبلغ إدارة الأهل قراره النهائي بشأن الرحيل تعرف على مواعيد مباريات الأهل والزمالك في كأس العالم لأندية كرة اليد وصفقتان صوبر والثالثة خلال ساعات وبالرمضان والساعي في الطريق ومن الأخبار زيزو يسير الجدل بشأن مستقبله مع نادي الزمالك في البداية من نساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة رفض بيرسيتاو لاعب النادي الأهل للمرة الثالثة العروض المقدمة له بشأن الرحيل عن القلع الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية وأكد مصدر بن نادي الأهل أن بيرسيتاو بلغ إدارة الأهل رسميا برغبته في البقاء ورفض عرضي الوحدة السعودي والشمال القطري رغم المقابل المادي الكبير الذي سيحصل عليه كانت هناك محاولات أخيرة من إدارة القلع الحمراء بالنادي الأهل لتسويق بيرسيتاو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية وأكد المصدر أن هناك عرض رسمي لبيرسيتاو من الوحدة السعودي والشمال القطري في محاولة لإقناع اللاعب بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية ومنح مكان للعب آخر أجنبي بدلا منهم فيما رفض بيرسيتاو عرضا رسميا من كايزر تشيبز الجنوب أفريقي أيضا للرحيل عن الأهل متمسكا بالبقاء في صفوف الأهل في الموسم المقبل وذلك في ظل الراتب السنو الضخم الذي سيحصل عليه اللاعب الجنوب أفريقي ويترقب عشاق النادي الأهلي الظهور الأول لفريق الكرة بعد انتهاء منافسات الموسم الماضي حيث يواجه النادي الأهلي جورمايا الكيني في إطار مباريات زهاب درل 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا المباراة خارج القاهرة والإياب في القاهرة يوم 21 من سبتمبر المقبل كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في هذه المباراة القوية استعد فريق الأهلي والزمالك لخوض منافسات كأس العالم لأندية كرة اليد سوبر جلوب المقرر انطلاقها في مصر في سبتمبر في العاصمة الإدارية الجديدة وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد جدول المنافسات من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيدني الأسترالي يوم 27 من سبتمبر المقبل بينما يواجه الزمالك نظيره توباتي البرازيل في نفس اليوم يوم 27 من سبتمبر وهو اليوم المحدد لمباراة الصبر الأفريقي مساء بين الأهلي وبين زمالك في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يلتقي فيها أيضا نادي الأهلي مع سيدني الأسترالي في كرة اليد في كأس العالم لكرة اليد أو كأس العالم للأندية ويلتقي الزمالك مع توباتي البرازيل ثم يلتقي النادي الأهلي مع برشلونة الأسباني والزمالك مع فيس بريم المجري يوم 29 من سبتمبر في الجولة الثانية كما أصفرت القرعة عن وقوع الأهلي بالمجموعة الثانية أو اختيار الأهلي المجموعة الثانية بجانب كل من برشلونة وجامعة سيدني الذي يعتبره من أضعف الفرق وفقا لاختياره كمنظم للبطولة فيما وقع فريق نادي الزمالك في المجموعة بجانب توباتي البرازيلي وفيس بريم المجري شارك في سحب القرعة إبراهيم المصري نجم الفريق الأحمر ومن الزمالك أحمد الأحمر جاءت المجموعات كالتالي المجموعة الأولى فيس بريم المجري وتوباتي البرازيلي ونادي الزمالك المجموعة الثانية جامعة سيدني وبرشلونة والأهلي المجموعة الثالثة كالفورنيا الأمريكي وماجد يوبرج الألماني والخليج السعودي وأشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لسوبر جلوب لكرة اليد وبطولة العالم للقرات بقصر عبدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة لتواصل مصر استضافتها ورعايتها لأحداث البطولات العالمية تسعى إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الصيف وذلك بالعديد من الصفقات أو بإبرام العديد من الصفقات وقد نجحت إدارة الأهلي رسميا في إبرام ثلاث صفقات حتى الآن وهما يوسف أيمن نجم الدحيل القطري يحيى عطي يطلة نجم منتخب المغرب المحترف في الدور الروسي السابق في صفقتين من العيار السقيل ثم الثالثة اليوم وهي أشرف داري اللاعب المغربي الذي وصل إلى القاهرة ووقع بالفعل للنادي الأهلي حضر اللاعب إلى القاهرة رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات الذي انتظره في مطار القاهرة وبعد أن صافر إلى فرنسا خلال الساعات الماضية وأنهى كل الإجراءات التعاقد إياما اللاعب وقد كشفت آخر المصادر عن انضمام التونسي أو صفقة انضمام التونسي محمد علي بن رمضان نجم فرانك فروز المجري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قالت المصادر أنه خلال أيام سوف يحسم النادي صفقة نجم منتخب تونس محمد علي بن رمضان إنه لم يتبقى إلا بعض الأمور المادية البسيطة وهي في طريقها إلى الحل ليصبح اللاعب الصفقة الرابعة في الانتقالات الصيفية وقد أعلن موقع نسمة سبور التونسي أن محمد علي بن رمضان اقترب للغاية من الانضمام لصفوف الأهل المصري مؤكدا أن اللاعب يعد أحد أولويات المدير الفني مارسل كولار في المركاتو أهل جاري محمد علي بن رمضان يقترب من النادي الأهلي مضيفا بالرمضان وافق أخيرا بتأثير من والده وسيوقع من النادي الأهلي وقال الإعلامي سيف زاهر إن إدارة الأهلي استقرت على بديل نجم نصور قرطاج في حالة عدم إتمام الصفقة قالت مصادر إن الجزائري أحمد قندوسي سيعود لصفوف الفريق الأحمر وذلك بديلا لصفقة محمد علي بن رمضان ولكن هذا الكلام شائع وغير مؤكد على الإطلاق هيحترف ولا هيكمل زيزو يسير الجدل وأثار أحمد سيد زيزو لأفريق النادي الزمالك الجدل في مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية فقد نشر اليوم زيزو صورة عبر حسابه الرسمي انستجرام خلال تواجده داخل غرفة الملابس بنادي الزمالك وكتب عليها أول يوم في الموسم الجديد الصورة تأتي بعد إصارة الجدل بشأن المستقبل مع الزمالك هل سيستمر مع الفريق أم يرحل إلى نيوم السعودي أسيف زاهر كان قد تحدث على فضائية أونس بورتا حول مصير زيزو مع الزمالك قائلا زيزو مستمر مع الزمالك الموسم المقبل بشكل طبيعي إدارة الأبيض أجلت ملف تجديد عقده حتى شهر ديسمبر المقبل وقد أشار إلى أن زيزو ينتهي عقده بنهاية الموسم القادم وبالتالي فإنه يحق له التوقيع لأي فريق مجانا خلال الشتاء المقبل أو خلال يناير المقبل سيف زاهر قال هناك لجنة كراسة يتم تشكيلها بالزمالك تتكون من حسين لبيب وأحمد سليمان وعماد المندوة بالإضافة لأحد أبناء الزمالك من أجل بحث إمكانية تجديد عقد اللاعب أحمد سيد زيزو إنا أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته